اكد الفريق الركينز موشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحارس الملكي عن العلاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية المجر الصديقة ماضية نحو المزيد من الآفاق والتطلعات وتشهد مساراتها تطورا مختلفا في مختلف المجالات جاء ذلك لدى لقاء سمه مع المعالي سيد كريستوف سالاي بورب فنسكي وزير الدفاع بجمهورية المجر الصديقة وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى الحرص المشترك على مواصلة تطوير هذه العلاقات نحو مستويات أكثر تقدما في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة بين البلدين الصديقين وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا موضع الاهتمام المشترك واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر